اشتركوا في القناة كانت تقريبا من بين الـ 34 للـ 40 ببقية الجهة ووصلت إلى 46 بأقصى الجنوب بالبرمة مع ظهور الشيلي محلية ومميزات الوضعية الجوية الحالية نشوفهم كالعدة من خلال تسلسل لسوء القمر الاسطناعي تقصي اليوم كان قليل سحب بالشمال وأيضا بالوسطة وبالنسبة لمناطق الجنوب تميزت بظهور مجموعة من السحب والتي كانت أحيانا كثيفة والمركز الحركي الفعال للمنظومة الجوية الحالية هو منخفض نشيط لضغط الجوي متوازد على الجنوب التونسي الجزائري وانتوقعه تنقل الشرقان في اتجاه خليج قابس بالنسبة للساعات القادمة ذلك على الشيبقى الجنب الحركي هو المميز الوضعية الجوية الحالية نشاط الرياح الشمالية بالمرتفعات بالمناطق السحلية وأيضا بمناطق الجنوب وين ممكن تكون مثيرة محليا لرمال والأتربة للا انتوقعه نزول أمطار محليا رعادية بالنسبة لمناطق الجنوب الشرقي وأيضا بأقصى الشمال في مع ذلك ظهور بعض السحب والي ممكن تكون محليا كثيفة درجة الحرارة الليلة تكون من بين 19 إلى 24 درجة بالشمال وبالوسط تكون من بين 26 إلى 30 بالنسبة لمناطق الجنوب مع تواصل هبوب ريح القوية قرب السواحل ومحليا بالجنوب يوم الغد ان شاء الله نتوقع ظهور بعض السحب بأغلب مناطق البلاد ممكن تتكاثف تدريجيا بعد الظور بالمرتفعات الغربية تكون مؤقتة رعادية مرفوقة بأمطار متفارقة وتشمل مناطق الشمال الشرقي ليلا تقريبا درجة الحرارة تتوصل نسبيا في نفس المستويات الميزة اليوم الحرارة القصوى تكون في مستوى 31 بتونس الكبرى أيضا بجية وطن القبلي نتوقع 25 بقليبيا 33 بزغوان 27 بأقصى الشمال ببنزرت تقريبا 25 بيتبرق 35 بباجا 33 درجة بسليانا وبالكاف بمناتق الوسط في مستوى 32 بتالة أعلى بالقيروان نتوقع 36 درجة بجية الساحل تقريبا 29 بسوسة 27 بالمونستير و 26 درجة بالمهدية بالنسبة لعاصمة الجنوب السفاق الساة 30 نتوقع 35 بسليبوزي 33 بالقاسرين بمناطق الجنوب الغربي في مستوى 37 بقافسة حرارة نسبية مرتفعة بتوزر 41 مع ظهور الشيلي 36 بيكبلي 27 درجة بالنسبة لقابس وبقية مناطق الجنوب الشرقي للبلاد نتوقع 26 بجربة 30 بمدنين 33 بتطوين و 31 درجة برمادة بالنسبة للملاحة وسيد البحري تواصل أعلام بهبوب رياح قوية سيري المفعول رياح بقوة 7 إلى 8 منسلم بوفر مايو عادل 28 إلى 40 عقدة بخليج تونس وأيضا بسواحلة شرقية للبلاد يوم الغد إن شاء الله بالنسبة للشمال منطقتين سيرات وخليج تونس رياح تكون غربية فشمالية غربية سرعة من 15 إلى 25 عقدة وتصل مؤقتا إلى 30 بخليج تونس البحر يكون شديد للتراب بخليج تونس ومثرب بمنطقة سيرات بالنسبة لخليج حمامات وجية الساحل رياح تكون من قطاع الشمالي سرعة من 20 إلى 30 عقدة والبحر يكون شديد للتراب وبمنطقتين الشابة وجربة وصولا إلى جرجيس رياح تكون شمالية إلى شمالية شرقية سرعة من 25 إلى 30 عقدة والبحر يكون شديد للتراب والسباحة تكون ممنوعة كالعادة نمدوكم فكرة حول حالة تقس ببعض المدن والعواصم الأجنبية 39 درجة بين وكشوت سماء صافية بالمغرب الأقصى 25 بالجزائر 28 بترابلوس تقس قليل صحب الخرطوم حرارة نسبية مرتفعة 41 نتوقع 34 بالقهرة بالبقاء المقدسة سماء مغيمة بالمدينة منورة 43 درجة بالنسبة لمكة المكرمة أيضا بالدوحة 37 بأبوذبي تقس مغيم سماء صافية بمسقد بالكويت وأيضا ببغداد بعض صحب بدمشق امتار محلية بالقدس الشريف 24 26 ببيروت سماء صافية بإسطنبول 27 درجة بعض صحب بروم والحرارة القصوى تقريبا في مستوى 28 نتوقع نزول الأمتار بيفيانا بجونيف وأيضا ببريس 19 درجة 19 ببريكسال 24 بمرسيليا 24 أيضا بمدريد وبعض صحب بلاشبونة والحرارة القصوى في أوائل العشرينات تطور لضع الجوي خلال الفترات القادمة يوم الأربع نتوقع ظهور صحب عبر بأغلب الجهات والتي تتكثف تدريجيا بعض الظهور مرتفعات الغربية تكون مرفوقة بأمتار متفرقة تقلص نسبي في حدة وفعالية الرياح الشمالية تقريبا تكون قوية نسبيا قرب سواحل وبالجنوب بأمكاني ظهور دوير رملية محلية معتدلة ببقية المناطق البحر يكون مثرب بكافة المجالات البحرية سباحة ممكنة مع ملازمة الحذر والحرارة القصوى تتراح من 22 إلى 26 درجة بالشمال بالمرتفعات وأيضا قرب سواحل ويتكون من 28 إلى 32 ببقية الجهات ويتصل محليا إلى 36 بالجنوب يوم الخميس مؤشرات نزول بعض الأمتار المتفرقة بالشمال وبالوسط ظهور مجموعة من الصحاب العابرة بالنسبة لمناطق الجنوب الرياح تكون مياق طاع الشمالي بالشمال وبالوسط الشرقية بمناطق الجنوب قوية بالنسبة لسواحل الشمالية ومعتدلة ببقية الجهات البحر يكون شديد الاثراب بالشمال ومضطرب ببقية المزالات البحرية ومع تواصل تدفق طائرات الهوائية الشمالية ممكن سجل انخفاظ في درجات الحرارة موعد الشروق والغروب اليوم الغد شروق الشمس بإذن الله يكون في الساعة الخامسة إلا دقيقة وغروب وفي الساعة السابعة و39 دقيقة لمزيد من المعلومات والإرشادات الموقع الخاص بالمهد الوطني للرس الجوية تبعثه رسالية قصيرة ولا تصلوا برقم الموزع صوتي 88 40 4 أسفار أو قاتل صلاة اليوم الغد الموافقة لـ 27 من رمضان الصبح بداية من الثالثة وثمانية دقاء قد ظهر من الثالثة في النهار و16 دقيقة العصر في الساعة رابعة و21 دقيقة ساعة مغرب في الساعة سابعة و41 دقيقة وصلاة العشاء بإذن الله في الساعة تاسعة و31 دقيقة شكرا على حسن متابعة الاتمام وإلى اللقاء